سلسلة من التجاوزات والاعتداءات الاثيوبية على السودان اخرها الهجوم الاسكري على معسكر للجيش داخل الحدود السودانية ميليشيات اثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات تنفذ هجوما على معسكر الانفال التابع للجيش السوداني الذي تصدى لها بمنطقة القلابات على الحدود المشتركة ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الجيش السوداني مصادر عسكرية سودانية افادت بان اداء الجيش دفع الميليشيات الاثيوبية الى الانسحاب من المنطقة والمعاودة بالقصفة وان الميليشيات مهدت للهجوم بالتوغل 30 كم داخل الاراضي السودانية في منطقة حلة خاطر ويأتي هذا الهجوم الاثيوبي وهو الثاني في اقل من شهر بعد زيارة قام بها نائب رئيس ملجس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الى اثيوبيا بدعوة من رئيس وزرائها ابي احمد اثر التوتر على الحدود بين الجانبين نهاية مايو الماضي بعد هجوم الاثيوبي على وحدات سودانية راح ضحيتها عدد من الضباط ومدنيون ودخول مفاوضات سد النهضة الى طريق مسدود وتشهد ولاية القضارف الحدودية مع اثيوبيا انتهاكات مستمرة من قبل الجيش والميليشيات الاثيوبية بسبب تواغل يديس بابا داخل الاراضي الزراعية السودانية واستغلالها لصالحها كما انها ترفض انهاء ملف ترسيم الحدود مع سودان ما يبقي باب التوتري مفتوحا ترجمة نانسي قنقر